أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة MBC وليد أل إبراهيم عن تعيين مارك أنتوان دالوان رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة خلفاً لسام بارنت الذي استمر في منصبه لسبعة عشر عاماً قبل أن يتقدم استقالته في شهر أكتوبر الماضي إذن يتميز الرئيس التنفيذي الجديد بمسيرة مهنية طويلة وناجحة هذا في قطاعات الإعلام والترفيه والبث التلفزيوني بدأها في شركة سوني بيكتشرز انترتيمنت العالمية كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة M7 العملاقة التي تتخذ من لوكسنبورغ مقراً لها